زيارة زعيم العصائب قيس الخزعلي انتهت منذ فترة إلى لبنان لكن مفاعلها لم تنتهي حتى اللحظة لا داخليا ولا حتى اقليميا فالرجل ما زال يتباهى بزيارته وبلباسه العسكري لمواقع ميليشي حزب الله اللبناني الحدودية ومرافقته للمقاتلين في عدة مواقع عسكرية فهو يرى في زيارته تضامنا من ميليشي العصائب مع ميليشي الحزب فالميليشيتان تتشاركان الزمالة في الحلف الممتد من ايران عبر العراق وسوريا وصولا إلى لبنان تحت عنوان محور الممانعة نحن جزء من هذا المحور في حالة ما اقدم الكيان اسرائيل مدعوما بالولايات المتحدة الامريكية واي من كان من خلفها فلا يعتقدوا فلا يتوهموا ان حزب الله هو بمفرده نحن جزء من هذه في الداخل اللبناني كان التعامل مع الزيارة من شقين الشق الاول كان امنيا حيث طلب مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود وبأوامر رئيس الوزراء سعد الحريري اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الخزعلي وعليه اصدر الجيش اللبناني وجهاز الامن العام وقوى الامن الداخلي تعميما على المنافذ البرية والبحرية والجوية وعلى الحواجز والدوريات الامنية بوجوب توقيف قاسم هادي الخزعلي مما وليد مدينة الصدر في بغداد عام 1974 بحسب المذكرة الصادرة عن الاجهزة الامنية لدخوله لبنان بطريقة غير شرعية والقيام بانشطة ذات طابع عسكري الشق الثاني كان سياسيا حيث ما زال التوتر والتصعيد بين الاطراف السياسية اللبنانية بسبب الزيارة يتفاقم فالفارق المناوق لميليشيا حزب لا سياسيا وجد فيها رسائل أمنية للدخل اللبناني وليس للاحتلال الصهيوني وعرض عضلات من الحزب لكل من يعنيه الأمر مفادها أنه لن يكون بمفرده في حال نشوب أي صراع عسكري أو أمني أو سياسي داخلي أو إقليمي ميليشيا العصائب ردت على القرار اللبناني بتوقيف زعيمها حيث أعلن الناطق باسمها نعيم العبو دينياتهم تقديم الطعن في المحاكم اللبنانية ضد القرار الأمني الذي وصفه بالسياسي وأكد أن الطعن سيكون مبنيا على أن زيارة الخزعلي اللبنان كانت بجواز سفر عراقي وعن طريق مطار رفيق الحريري في بيروت من دون أن يحدد إذا كان جواز السفر عائدا له أم لا كما أنه نفى أن يكون الخزعلي قد ارتدى الزي العسكرية اللبنانية الرسمي الممنوع ارتداءه في البلاد لغير العسكريين الرسميين